حكاية تانية محمد الشناوي محمد الشناوي حارس كبير وهو الحارس الاول في مصر من 2018 بقاله ست سنين وداخل في السبع هو على العرش محمد الشناوي بقاله ست سنين على عرش حراس المرمى في مصر يتقلق حارس هنا يتقلق حارس هناك يتقلق حارس جوا النادي الاهل زي مصطفى الشبير يبقى محمد الشناوي الحارس الاول اهو اللي بيحصل مع محمد الشناوي بالزبط اللي بيحصل مع مرسي الكولر اصل الشناوي مصد شكورة اصل الشناوي كان ممكن يجيبها يا جماعة الكورة صعبة جدا اه بس الشناوي يقدر يجيبها يا سيدي معادي ممكن ما يكونش موفق فيها أولا أدام مش موفق يريح بقى مش عايزينه خلاص ومصطفى الشبير حارس كبير وقعد في كفاية محمد الشناوي يا السلام ولو ما كانش موفق مباراة واثنين محمد الشناوي نهاردة مباراة كبيرة وأفضل لاعب خد جايزة أفضل لاعب فيه المباراة تصديات رائعة وزكاء في ضربات الترجيح وأداء مميز جدا أنت كأهلاوي تنبسط أنك عندك دلوقتي محمد الشناوي ومصطفى الشبير بس مش عشان مصطفى الشبير كويس يبقى بالضرورة محمد الشناوي وحش ده غلط طب لو مصطفى الشبير شارك بشكل أساسي دائم مع النادي الأهلي مش هيغلط مش هيعدي عليه أيام مش موفق فيها ما هيحصل كده عادي طيبو كورتوة بيغلط وبيبضل حارس أساسي للريال مادريد مانو الناير بيغلط وبيبضل حارس أساسي للبايير ميونيخ آدرسون بيغلط وبيبضل حارس أساسي لمنشستر سيتي ومش القصة إنه الحارس ده حديدا ما ينفعش أبدا يتحاسب بالقطع ما يجيش تقول لي ما هو غلط يبقى يقعد لا ما ينفعش كده ما ده كده بتخلص عليه ما هو لو قعد عشان غلط غلطة هيفقد السقة تماما فاللي بيعمله مارسي الكولر مع محمد الشناوي امتياز